نحو منظومة تعددية دولية منبعثة هي ملامح التعددية الدولية بقوة مؤشرة على نعطاف المحفل الدولي صوبى تعدد القوى بعد سواد هيمنة مفاهيم النظام الدولي الجديد المنبثقة من احتكارية وتحكمية القطب الأمريكي الواحد في هذه المفاهيم المطبوعة بسياسة العولمة الاستيطانية التجويفية المجهزة على كل المعايير الإنسانية والممزقة للأنساق القانونية التي لطالما اجتهدت البشرية لبلوغها حتى تنظم عبرها حياة الجماعة الدولية فلا المبدأ الإنساني سلم من التمثيل بروحه القانونية ولا الإنسان سلم من مجازر التنكيل ومحرقات الإبادة رغم شعارات التعايش والتعاون وحفظ الأمن والسلم الدوليين المطوح بهما هنا وهناك شهدت المنظومة الدولية منذ ميلاد النظام الدولي الحالي تسعير حم الالتجاء إلى خيار القوة بأساليب وأبعاد مختلفة من قبل دول أخذت على عاتقها في يالطا سنة 1945 تجنيب الأجيال المقبلة التي هي الأجيال الحالية ويلات الحروب وهي اليوم تذيقهم وتسقيهم من هذه الويلات عبر الجزاءات الدولية بتنوع صنوفها قمعية عسكرية وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية والحصار وآليات إبادة الشعوب وهذه الجزاءات ستمثل في الذاكرة البشرية الأرشيف الإجرامية في سجلات عقد التسعينيات فالعقد عر بشكل صارخ حقيقة لا فعالية وتقزم دور الأمم المتحدة وأرشيفية ميثاقها وتجنيد أمنائها العامين مع وجود بعض المستثنين لخدمة البيت الأبيض واعتماد حرفانات مجلس الأمن أو مطبخ عظميات القوى لطلاء شرعانة الاستراتيجيات الأمريكية الغربية والصهيونية بمبادئ الشرعية وإن كانت ما ورائية هذه الشرعية الإخفاء والتقنع والتضليل فإنها شرعية ذات مفعول عكسي فاضحة لمحتواها اللاشرعي ومسقطة لكل تلك الأقنعة الإجرامية إلا من يتغاضى فمن تقنع تلك الشطحات الدبلوماسية التي تشهدها باحات الشرق الأوسط أو العراق أو أفريقيا وهل ترقى هذه المهازل إلى مفهوم حل النزاعات الدولية عبر الطرائق السلمية وإلى المساعي الحميدة والإنسانية للآليات الدبلوماسية وهل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين يقتضيان تدفق كل هذه الأنهار الدموية وكل هذه المحرقات التي نصبت للشعوب المستضعفة وسحق جميع القيم الحضارية وتجويف الثقافات المحلية المغايرة للقيم المسيحية اليهودية بواسطة جرافات العولمة الزاحفة عبر الحدود بدعوى التعاون والتعايش السلميين إن هذه الغائيات والمصالح السياسية والمنافع الاستراتيجية التي حولت النظام الدولي الحالي إلى دكاكة تشتث روح القوانين الإنسانية ومبادئ العدالة والإنصاف وتبلبل وحدث صفوف الشعوب قلنا إن فعل المصلحة هذا عينه سيغير في اتجاه تقويمات جذرية لسلوك المنتظم الدولي في إطار التعددية المستقبلية إذ ستسعى كل قوة إلى الحفاظ على نفسها ليس حبا في سلام البشرية وهنائها ولكن ضمانا لبقائها وذلك بعد تمكين أي قوة مجابهة تتحين فرصة تصيد هفوة ما من هذه الفرص ما هي طبيعة النزاعات الدولية المتوقعة مستقبلا وماذا عن الأمم المتحدة هل ستدخل عهد الفطام عن البيت الأبيض أم أنها ستحي مشهد الاندثار من الخريطة الدولية وكيف ستتجرع العنجهية الأمريكية وقع السقوط من أعلى القائمة إلى ما بين القائمة أي من قوة عالمية مهيمنة مسيطرة إلى قوة إقليمية لا يختلف دورها عن باقي القوى التي ستجاورها وأي مستقبل لواقع مجتمعات العالم الثالث وأيهما مؤهل للإسهام في عملية تأثيث المنتظم الدولي التعددي العالم العربي أم العالم الإسلامي غير العربي وإلى أي حد سيستفيد السلام من هذه التعددية سؤال دكتور المنجرة قبل الخوض في غمار المطارحات المتعلقة بالتعددية الدولية المرتقبة لنجري قراءة تحليلية تلخيصية في أهن واحد لملامح المنظومة الدولية في ظل النظام الدولي الحالي الدكتور المنجرة أبرز ما يلاحظ على النظام الدولي الجديد هو غياب التعددية على المستوى السياسي نظرا إلى الاحتكار الذي عرفته بعض الآليات الدولية والذي تسبب في إضعافها وتقزيم دورها كالأمم المتحدة وبعض المنظمات الجهوية والإقليمية حيث تم تجميدها وتحريكها وفق المنافع الاستراتيجية والمصالح السياسية التي تأتي على رأسها حماية إسرائيل إذ لم يسمح حتى بإدانتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني طوال سنين الاحتلال عموما وأثناء أحداث الأقصاء الأخيرة تحديدا فكل من مواقف الجامعة العربية والحكومات العربية سواء من خلال مؤتمر القمة العربية الطارئة أو مؤتمر القمة الإسلامية شكلت مهزلة سياسية مخجلة فهذه المواقف والقمم اعتبرت مرآة للحالة السياسية المتردية للبلدان العربية ونقرأ على المستوى الاقتصادي أنه مع اكتساح نظام الليبرالية والخوصصة وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة لم تبقى المسألة الاقتصادية في يد الحكومات تتحكم في دواليبها بل إن الدور الاقتصادية للحكومات بات يسلم تدريجيا للشركات الكبرى والمتعددة الجنسية إذ أصبحت تبرم الاتفاقات بين هذه الشركات في مجالات عدة ذات وزن وتأثير كالنفط والإعلام إلى آخره وينتج عن هذه الاتفاقيات أرباح ومداخل تفوق ما تحتكم عليه عشرون أو ثلاثون دولة من دول الأمم المتحدة إن العناصر المحللة للعلاقات الدولية تغيرت كثيرا عما كانت ذي قبل فآليات الاحتكار السياسي والاقتصادي والثقافي والرأسمالي اكتسحت المجال العلائقي بين أعضاء المحفل الدولي فبحسب إحصائيات سنة 1998 نجد أن العالم الثالث الذي يمثل نسبة 84% من مجموع سكان العالم لا يتصرف في أكثر من 21% من المدخول العالمي الشيء الذي يعمق الفجوة بين الشمال والجنوب وعلى المستوى الداخلي للمجتمعات أيضا نلمس هذه الفجوة باستفحال الثراء الفاحش والفقر المتقع على حد سواء وانتشار الأمية وتدهور الأجهزة التعليمية والتربوية وانهيار البنية التحتية للصحة وكذا فروق في توزيع شبكات الماء والكهرباء ونلاحظ أن الوضع في البواد يسوء يوما عن يوم وللأسف إنما يسهم في ترسيخ وتكريس هذه النتائج السياسة المنفعية الأنانية للولايات المتحدة الأمريكية التي تدك كل ما يعيق سبيلها نحو تحقيق مآربها من جهة ومن جهة أخرى وهي الأخطر التواطؤ الداخلي مع مثل هذه الاستراتيجيات الهادمة للشعوب والقوانين وروح المبادئ الإنسانية وأبرز تمظهرات هذا التواطؤ أو الارتزاق هو الإسهام في لعبة الشركات عبر الوطنية وتدعم وجودها الاقتصادي والمالي عبر الاشتغال بفروعها وتمثيلها وذلك على حسب الاقتصاد الوطني والصورة تنطبق على الحكومات التي لا تعبر عن إرادة شعوبها بل تمثل ملحقة إدارية فوق ترابها الوطني للإدارة الأمريكية هذه قراءة عامة لأبرز ملامح المنتظم الدولي في ظل النظام الدولي الحالي هذه الملامح باتت تحمل مؤشرات أخرى وهي مؤشرات جد واضحة على أن التعددية في النظام الدولي قادمة لا محالة لكن بعد أمد متوسط تقريبا فكلينتون نفسه صرح بأنه بعد خمسة عشرة أو عشرين سنة لن تظل الولايات المتحدة الأمريكية القوة العالمية الوحيدة المسيطرة فالصين تنافسها على هذه المكانة والهند أيضا والانتقال من الأحادية إلى التعددية من جديد بدأ أمرا واضحا واضحا جدا فمن الناحية الاقتصادية لا يمكن لأي مجموعة اقتصادية عدد سكانها أقل من 300 مليون إلى 500 مليون أن تضمن لنفسها البقاء والتطور على صعيد البحث العلمي والنمو في السوق دون تسويق لأن المنافسة الدولية في عالم اليوم من أسوسها العثور على أسواق فإذا صنعت البضاعة ولم تجد لها سوقا أو لم تعرف كيف تسوق انتهى أمر البضائع ومن صنعها وهذه الفكرة استوعبتها دول جنوب شرق آسيا وتدريجيا بعض دول العالم الثالث إذ لم يبقى للعالم الثالث خيار غير هذا التوجه أي التعاون جنوب جنوب ومؤشرات هذا التعاون أضحت ملموسة في حوار أوردته صحيفة لوموند الفرنسية يوم السادس عشر من نوفمبر سنة 2000 مع جون كوسي باحث فرنسي في مركز الدراسات والأبحاث الدولية ومتخصص في الاقتصاد السياسي الدولي يقول إن نهضة الأفرو آسيانزم قادمة في الطريق وبالنسبة إلى بلدان المغرب العربي اتحادها يعد مسألة بقاء وهذه النقطة دافعت عنها منذ سنتين بعيدا عن الخلفية العاطفية والدينية واللغوية لكن الاتحاد الفعلي وليس الشكلي بات ضروريا لهذه البلدان والشيء نفسه أقوله عن العالم العربي فلا بديل عن حل السوق العربية المشتركة وهذا الحل يجب أن يتبناه العالم الأفريقي أيضا صحيح أن هذه العناصر الثلاثة يستلزم تحقيقها وقتا زمنيا لا بأس به لكن التغيير سيطال الأنظمة العربية والأفريقية وعندما سيحدث هذا التغيير على مستوى العقليات والنخب الحاكمة في بلدان العالم الثالث بما فيها العربية حينها ستتحقق مثل هذه الأفكار التعاضدية سؤال لا شك أن التعددية قادمة لكن هل تتفقون مع الطرح أن التعددية تم إرجاء ظهورها نتيجة سياسة المعسكرين والحرب الباردة ثم النظام الدولي الأحادي القائم حاليا ما هي التغييرات التي ستحيها المنظومة الدولية والتي ستمثل جسرا أو تمهيدا لعودة التعددية السياسية الدولية جواب التغيير الأساسي الذي يحيه العالم هو من نوعين الانتقال من مرحلة الإنتاجية والبضائع إلى مجتمع معرفيا تعتبر فيه الكفاءات أهم من رأس المال المادي والاهتمام بالبحث العلمي وبكل ما يشغل البشرية هو الهم المشترك الأشمل هذا من جهة أما من جهة ثانية نلاحظ بروز القيم الحضارية والثقافية كجزء من هذا العالم المعرفي تسهم في ممارسة وتكييف وإنتاج هذه المعرفة سواء شئنا أم أبينا فكل المجالات محورها القيم إذ باتت جميع الميادين متداخلة ولم تعود هناك ميادين مفصولة أو حيادية حتى في العلم نفسه في السابق كان العلم يقسم إلى علوم بحتة ومطلقة ومتخصصة والميدان العلمي قد لا تكون له علاقة بالمجال الثقافي ولكن أصبحنا نعيش اليوم دعوة إلى التعاهد بين الثقافة والعلوم فحتى رجل مثل بريغوجين يقر بأن العلم يحتاج إلى التعاهد مع الثقافة وله كتاب حول هذه الفكرة اسمه هذا العنصر الثقافي بات فارضا لوجوده فعلى المستوى الوطني دخلت شعوب العالم الثالث مرحلة جد هامة تهتم فيها بالقيم والمرجعية الذاتية إذا استوعبت الأجيال الصاعدة بمجتمعات العالم الثالث مدى أهمية طرح السؤال من أين نأتي كي نعرف وأين نذهب فهذا مهم جدا في مقابل هذه النهضة الصاعدة يبخس قدر الإنتلجنسيا المرتزقة والتي اختارت التوجه الثقافي الغربي أي اليهودي المسيحي والعوامل الثقافية لها تأثير جد هام على مسار العلاقات الدولية وهنا أود العودة إلى الطرح الذي تضمنه السؤال وأنا متفق معه فتيار روح باندونغ الذي مثل التعاضد بين آسيا وأفريقيا هو أول تيار تم هدمه من قبل القوى الغربية بعد الحرب الباردة بغية تشتيت مجتمعات العالم الثالث وخلق النزاعات داخلها وفيما بينها والخطر لا يكمن في غياب التعددية السياسية من المحفل الدولي فحسب بل تغيب التعدد الثقافي والقيم الحضارية وأيضا غياب التسامح في السلوك الغربي الذي لا يقبل إلا قيمة اليهودية المسيحية فالعلاقات البشرية بمفهومها الشامل والواسع تقوم على احترام وإقرار القيم الحضارية والثقافية الأخرى واكتساح قيم أخرى على مستوى أسلوب التفكير ونمط العيش وآليات التدبير السياسي يجوف القيم المكتسحة ويلغي الحاجة إلى التعددية السياسية لأن الشعوب المحتاجة تصبح نسخة لعجين القيم التي غزتها وعليه فضمانة التعددية السياسية منبعها ضمانة تعددية القيم والثقافات والحضارات وهو أمر يتطلب حرية داخل البلدان ثم التسامح بين البلدان من خلال حوار التواصل الثقافي شمال جنوب إن التجربة في اليونيسكو وفي الميدان الثقافي أكدت لي أن أكبر ما يهدد السلام هو عدم التواصل والتحاور الثقافي واحترام الآخر وهذه القطيعة التواصلية هي التي تشكل فتيرة الحروب الحضارية وهذا ما رأيناه منذ حرب الخليج ثم البوسن والهرسك والصومال وسرييفو والشيشان والمأساة ما زالت مسترسلة في فلسطين التي لا تعاني فقط من الاستيطان الإسرائيلي بل من عنصرية جلية تدمغها الولايات المتحدة الأمريكية على ملف هذه القضية في رحاب الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابعين وذلك من خلال مساندة ودعم الكيان الصهيوني وهذه الحروب الحضارية هي حملة ضد كل ما هو غير مسيحي يهودي إن الشرطة الأساسية لسلام المستقبل لا تسطره مسألة التوزيع الاقتصادي ولا حتى الشؤون الاجتماعية بل هو التواصل الحضاري والثقافي باعتباره الوسيلة المثلة لإعادة هيكلة نظام القانون الدولي على أساس توازن الأمراء والقبول بالآخر وسيتلوه بناء على إعادة توزيع التوازن العالمي تغييرا في الميدان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وهذه الأسباب الحقيقية التي دفعتني إلى إنشاء جائزة التواصل الثقافي بين الشمال والجنوب وحتى يتحقق هذا التحاور العالمي لا بد من إجراء نوع من الحوار شمال جنوب داخل بلداننا أولا ولا سبيل للتواصل الداخلي إلا عبر مفاتيح الديمقراطية الفعلية والمشاركة الشعبية الحقيقية وأخذ مسألة القيم بعين الاعتبار سواء على الصعيد المحلي أو الدولي فبعد 15 أو 20 سنة سيبرز بشكل جلي دور الحضارات غير المسيحية وغير اليهودية كالحضارة الصينية اليابانية الهندية وحضارات وسط وجنوب شرق آسيا والإسلام أيضا سيكون له حضور لأن عدد المسلمين سيصبح بعد 40 سنة حوالي المليارين وهو مجموع ساكنة المعمور في بدايات عام 1900 وللإشارة فعددنا اليوم هو 1.4 مليار إن هذا التغيير الكمي سيجلب تغييرا كيفيا ولا يدوم إلا الله لكن الإشكالية الحقيقية تكمن فيما إذا كان العالم المسيحي اليهودي متوقعا ومستوعبا لهذه التغيرات وهل سيأتي التغيير بطرق سلمية أم بلغة العنف والانفجار في حالة رفض هذا التغيير إذ لا وجود لحل ثالث فإما الحوار وإما الاستدام الحضاري من خلال انتفاضة عالمية والواقع أن الانتفاضة الفلسطينية ليست محلية فحسب بل هي نواة لانتفاضة عالمية سؤال ماذا عن الأمم المتحدة في ظل النظام الدولي المرتقب هل ستستمر مفعولا به أم أنها ستشهد إصلاحات جذرية تمنحها استقلاليتها عن البيت الأبيض وتخرج الميثاق الأممي من متحفيته أم أنكم تتوقعون اندثار هذه المؤسسة وظهور مؤسسة بديلة جواب أعتقد أن ما سيحدث للأمم المتحدة هو السيناريو الأخير في السؤال لقد ألفت كتابا عن هذه المؤسسة تحت عنوان نظام الأمم المتحدة كما أنني قضيت جزءا كبيرا من حياتي أعمل في إطار هذا النظام الأممي وفي الذكرى الخمسينية للهيئة قمت بدراسة استخلصت منها أن إمكانية إصلاح الهيئة باتت محدودة وبالتالي معطلة وإذا تعطل الإصلاح تنتهي صلاحيته كحل ليحل محله التغيير والغريب في الأمر أن البناية عينها تتعرض جدرانها إلى التفتت كما يتعرض جهازها الداخلي إلى الانهيار ونلاحظ جميعا أن كل من ميثاقي العصبة والأمم المتحدة هما نتاج حضارة غربية مسيحية يهودية فالميثاق الأممي لم تحضر توقيعه كافة بلدان العالم وهو اليوم أصبح عبارة عن وثيقة غربية صالحة فقط للحفظ داخل أرشيفات متحف لاستخدامها عند الاقتضاء في الأبحاث حول أرتيولوجيا العلاقات الدولية لذلك الانطلاق بأمم المتحدة جديدة يجب أن يكون من نفخ روح جديدة بالميثاق صحيح أنه يشتمل على دفاعات مثالية لكنها لم تدخل حيز التنفيذ ولن تدخلها حيز التنفيذ إلا روح مؤمنة ومعبرة عن التعددية الثقافية وتضمن البقاء للتنوعات الحضارية عبر الحوار وليس إلا الاستدام وإذا كانت هناك أمم متحدة جديدة فإن دورها سيكمن في إعادة توزيع الموارد العالمية للحم الشروخ الموجودة بين عالمي الشمال والجنوب وحماية للشعوب من النزاعات التي مبعثها هذه الفجوات المعيشة داخل وخارج الحدود ثم السعي الحثيث والجدي لنزع السلاح من الجميع دون استثناء أما الأمم المتحدة الحالية فهي مهزلة مجرد مؤسسة تابعة ومسخرة وأمناؤها العامون لا يحرصون على شرف منصبهم أمثال بطرس غالي وكوف عنان أين هذان من الأمناء الأوائل مثل داغ هامرشولد هذا الرجل الإنساني الواسع الاطلاع على السياسة والاقتصاد والفن والمتحلي بمبادئ العدالة والإنصاف والحقانية هامرشولد الذي قتل لمواقفه العادلة الجريئة تكرر عليه التصويت غير مامرة ورفضته أمريكا وأذكر أيضا يوثانت كأخلاقي روحاني بوذيا عظيم كافح وناضل ودافع طوال حياته عن العدالة الدولية وليس بطرس غالي مروج الفرانكوفونية ولا حتى كوفي عنان الذي يسعى إلى خدمة أولبرايت بدل شعوب في العالم الثالث التي هي مهده فكما يقول عبد الباري عطوان في مقالة افتتاحية في جريدة القدس العربي ليوم الثاني عشر من أكتوبر سنة ألفين عن السيد عنان الذي لا ينتمي إلى العالم الثالث إلا بلون بشرته فقط ويذكرنا بشخصية الأنكل توم في الرواية الإنجليزية المشهورة أي ذلك الخادم المطيع للسيد الأبيض المتحمل لكل إهاناته ليس وسيطا نزيها ولا محايدا وإنما هو مبعوث للإدارة الأمريكية يحمل أفكارها ومقترحاتها التي هي أفكار ومقترحات إسرائيلية ويتطلع إلى تسويقها في المنطقة مستغلا انتماءاته وموقعه ومثل ما تآمر السيد عنان في رحلته المشؤومة على العراق ها هو الآن يتآمر على الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين ويتطلع إلى وقف الانتفاضة المشرفة وإخراج إهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي والإدارة الأمريكية من خلفه من مأزقها الراهن سؤال أي دور ستلعبه الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا بعد الانتقال من الوحدانية المطلقة إلى المشاركة في السياسة الدولية كقوة إقليمية من بين القوى إلى جانب اليابان والصين والاتحاد الأوروبي والنمور الآسيوية وهل سيكون للعالم الثالث وجود أو فعالية ما وتحديدا نحو العرب وما هي حظوظ العالم الإسلامي غير العربي في الإسهام في عملية تأثيث المنتظم الدولي في مرحلة التعددية الدولية المستقبلية جواب إن وزن العالم العربي في إطار العالم الإسلامي يتقلص كل سنة كما وكيفا فنسبة الأمية في البلدان العربية أعلى من البلدان الإسلامية غير العربية ومشكلة العرب تكمن في التحكم الدائم للآخرين بهم نظرا إلى الاستراتيجية الجغرافية للعالم العربي ثم عدم قدرته على استخراج سلاح النفط الذي بدأ ينفد ثم الوجود الصهيوني في المنطقة كدركيا لأمريكا وحشر هذا الفيروس بين أحشاء العالم العربي فعل متعمد من قبل الغرب لتظل المنطقة محمومة بالتوترات والصراعات وليستمر الاستيطان الغربي والصهيوني لذلك أعتقد أن الصراع بين إسرائيل والعرب ليس صراعا بين يهود ومسلمين بقدر ما هو صراع بين قيم سياسية وثقافية وحضارية فإسرائيل مركز شرق أوسطي وغربي لمواصلة الهيمنة الغربية بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والسلام في الشرق الأوسط لن يتم إلا عبر التفاهم الثقافي الحضاري وعلى الإسرائيليين استبعاد القدس مركزي ومهبط الديانات والإسلام يرحب بكل الرسالات فالصراع العربي الإسرائيلي لا تعمقه المفاهيم الدينية بل القيم النابعة من الديانات نفسها أي أن الإشكال ليس بالمفهوم الديني المحض ولكنه إشكال التواصل الحضاري وعدم القبول الآخر أو عدم قبول الآخر بخاصة من طرف الغرب والصهاينة كل هذه التكتلات ضد العرب تضعف دورهم وحظوظهم في الارتقاء إلى مصاف الفاعلين الدوليين سواء في النظام الدولي الحالي أو النظام التعددي المستقبلي ولا سبيل للعرب غير التوحد على الأقل من خلال سوق عربية مشتركة واستغلال المنطقة الجغرافية الاستراتيجية التي حباه الله سبحانه بها فالعالم العربي موجودة أراضيه في القارتين الآسيوية والأفريقية لذلك لابد من التعاون وتوحيد الصفوف فيما بيننا على منوال روح باندونغ في الخمسينيات فالتعاون جنوب جنوب كالأفرواسيانزم قادم خلال عشر سنوات المقبلة لأنه لا محيد للعربي والعالم الثالث عن التآزر والتعاضض فيما بينهم ولأن ثمار هذا التعاون ستعود على الجميع على مستويات عدة كضمان البقاء والتنمية والتطور أما البروبغاندا المروج لها من قبل الغرب وأقصد التعاون شمال جنوب فلا وجود لها لأنها استغلال دولي وليست تعاونا دوليا سواء بصيغة مباشرة أو عبر البيادق المرتزقين على حساب شعوبهم فلو أخذنا على سبيل المثال التعاون الأورو متوسطي هل تبدو تركيبته منطقية؟ فداخل هذا الاتحاد نناقش نحن العرب الضعفاء كأفراد ممثلين من خمسة عشر دولة فلكي تتعاون أو تتفاوض وتحصل على نتائج بشكل متكافئ مع القوي ينبغي عليك أولا أن ترفع نفسك من الضعف لكن للأسف المؤشرات في العالم العربي ليست إيجابية على الإطلاق بخاصة على المدى القصير أما فيما يخص العالم الإسلامي فإنه سيمثل أربعين بالمئة من سكان العالم سنة ألفين ومئة بحسب إحصائيات الديمغرافي الفرنسي جان بورجوا بهشا في حين سيمثل العالم اليهودي المسيحي عشرين بالمئة بينما سيصل عدد الديانات التابعة للصين كالبوذية مثلا إلى أربعة عشر بالمئة وستمثل باقي التيارات الأخرى ستة وعشرين بالمئة إذن الإسلام سيقفز من ثلاثة وعشرين بالمئة إلى أربعين بالمئة ليس لأسباب ديمغرافية فحسب الولادات في العالم الإسلامي أعلى من العالم الغربي بل لأن الإسلام أكثر الديانات العالمية المعتنقة في كل أرجاء المعمورة حتى في الدول المتقدمة كالدول الإسكندنافية وفي أمريكا واليابان وما لاحظته عبر السنوات الماضية هو أن الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية يكاد يعتنق من قبل الفئات الضعيفة المهمشة لكن اليوم بات يدخل في صفوف العقيدة الإسلامية حتى المثقفون والأكاديميون والعلماء والشخصيات البارزة في المجتمع الأمريكي وهذا يدل على مدى عمق ونفاذ ورسوخ الدين الإسلامي إن التعاون الدولي سيصبح ذا مفهوم قطري وطابع إقليمي لكن هذا التعاون القطري الإقليمي لن يكون مقفلا بل مفتوحا فالتعاون الآسيوي مثلا لن ينفي وجود علاقات خاصة لدولة عضو في هذا التعاون مع دول أخرى وعليه اليابان ستلتحق بالهيكلة الجغرافية الجديدة لآسيا وتترك المعسكر الغربي من أجل المعسكر الآسيوي والاستيقاظ الصين التي تمنى نابليون أن تظل نائمة لأنها إذا استفاقت ستهز العالم وهذه تستفيق وستهز العالم والقول هذا لنيكسون وليس نيكسون وحده بل حتى كلينتون أقر بأن الصين هي القوة التي ستنافس الولايات المتحدة ومستقبل التعاون على مستوى القارة الأمريكية ككل لن يعطي نتائج مثمرة لأنه تركيبة غير منطقية وغير موضوعية والاحتمالية الوريدة هي بقاء أمريكا الشمالية متحالفة مع كندا وهناك إمكانية انتماء كل من أستراليا ونيوزيلندا إلى النافتا وهي منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وقد لا تنضم أستراليا ونيوزيلندا إلى المجموعة الأمريكية الشمالية وتنتمي إلى المجموعة الآسيوية إذا ما أحستا بجانبهما البعد الآسيوي والآسيو أوسياني وفيما يتعلق بأوروبا الغربية فمن المنتظر أن تتوسع لتشمل روسيا التي لن تفلح في إخضاع دول آسيا الوسطى كالتاجيكستان والشيشان وقرغيزستان وغيرها من الدول التي تجلبها قيمها إلى الانتماء إلى المجموعة الآسيوية ونجد في أوروبا التي ستظل بيضاء إسرائيل عضوا في المجموعة الأوروبية بعد أن رفضتها آسيا كعضو في المجموعة الآسيوية وستشهد العلاقات التجارية الدولية منافسة شديدة بين أوروبا الموسعة وأمريكا الشمالية سؤال كيف ستغدو طبيعة العلاقات الدولية في إطار هذه التعددية المستقبلية وهل هناك احتمال عودة ظهور التحالفات والمعسكرات بشكل رسمي في كل صقع من أسقاع العالم وهل ستسمح هذه التعددية للاقتصاديات الوطنية بنوع من الاستقلالية في إطار نظام اقتصاديا تعدديا دولي وإلى أي حد ستضمن التعددية السياسية الدولية المرتقبة عدم المساس بالسيادات الوطنية جواب الحديث عن طبيعة العلاقات الدولية يتأتى من خلال ثلاثة محاور يتمثل المحور الأول في الايديولوجيات والمعسكرات ويتجلى المحور الثاني في سياسة العولمة والتحالفات القائمة حول المحاور الاقتصادية والتجارية والإعلامية ولذلك الهيمنة الأمريكية تنبع من هذه التحالفات كما تنظم آسيا نفسها بالصيغة نفسها أما المحور الثالث فيكمن في مرحلة القيم الحضارية إذ بعد الايديولوجيا والتكتلات الاقتصادية والتجارية والإعلامية يمهد المنتظم الدولي للدخول في عطافة القيم فبعد عشر أو خمس عشرة سنة ستتم إعادة توزيع جديدة للسلام والمؤسسات الدولية سواء كانت إقليمية أو عالمية حيث ستقضع هذه الأخيرة إلى تنظيم ينبثق من الحقبة ذاتها لأن حفريات المنظمات الدولية بنيت حول المحور الايديولوجي لكن الجانب الحضاري سيحضر بشكل قوي في مستقبل العلاقات الدولية حيث سيؤطر معالم السياسة الخارجية بقوة أكثر مما نلاحظها حاليا في السياسة الأمريكية الخارجية والأوروبية والآسيوية لكنها غائبة في السياسة العربية فيما يخص المعسكرات والتحالفات فإنها سمات مميزة للعلاقات الدولية دائما فالتحالف أساسي لبيع الأسلحة وهذه الأخيرة لها وزنها في النسيج العلائقي الدولي حيث نجد الكنيسة الإنجليكانية في إنجلترا والتي يترأسها القصر الإنجليزي تصرف أموالها في التسلح ويبرز القصر هذه العملية بأنها ذات مردودية مالية والمصلحة تقتضي ذلك والعسكريون في الدول المتقدمة هم من يمولون الأبحاث العلمية والملاحظ أن التحالفات الآن ذات طبيعة نووية فاليابان وألمانيا قبلتا بعدم تطوير ترسانتيهما النووية لأن لديهما المظلة الأمريكية النووية وهناك اتفاقات مبرمة بين أمريكا وروسيا تخص السلاح النووي وبإمكان أندونيسيا أيضا الوصول إلى المستوى نفسه في مجال التسلح ولدينا إيران ثم مصر إذا سعتا جديا إلى الاحتكام على ترسانة تسلحية قوية والعراق بدوره عائد بعد 15 سنة تقريبا وبإمكان خلال المدة نفسها دول كالبرازيل والأرجنتين الدخول إلى مضمار التسلح وهكذا سيشهد المحفل الدولي توازنا جديدا بين قوى الرعب في مختلف أرجاء العالم لكن المنافسة والصراع سيدور حول تقنيات توصيل الصواريخ والقذائف وهناك تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي تتضمن الخشية والحذر الأمريكيين من الدول المالكة للسلاح النووي كالهند وأسلحة الدمار الشامل كالعراق الذي يصرف واحد ونصف بالمئة على البحث العلمي أي عشر مرات أكثر من معدل العالم العربي والسلاح القادر والذي سيصبح عنصرا من عناصر التحليل والذي انطلقت مؤشراته مع رياح العولمة هو الإرهاب الجديد المتجلي في سلاح القوة الناعمة وهي قوة بعيدة من النووي والبيوكيموي حيث يمارس عليك هذا الإرهاب الناعم ضغطا حضاريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا نرى أن التحليل الكلاسيكي للجيوش ما زال متقبلا للتركيب العسكري في العالم لكن دوره الاستراتيجي سيتغير والغريب أننا سنلاحظ ارتفاعا في عسكرة الجيوش الأمريكية في المناطق العربية بموافقة الأنظمة ليس في الخليج فقط بل من المنتظر حتى في المغرب العربي أما العنصر الثقافي في العلاقات الدولية إما أنه سيغدو مفتاحا للسلام وإما سببا للنزاعات والصدامات الحضارية ولذلك التواصل الحضاري هو استراتيجية أساسية للبقاء والسلام وهو أيضا الدرس الذي يجب على المتجبرين المهيمنين استيعابه من حيث البعد الاقتصادي فالعشرون بالمئة الأغنى في العالم يستهلكون خمسة وثمانين بالمئة من مجموع البضائع والخدمات المتوفرة على الكرة الأرضية بينما لا تصل نسبة استهلاك عشرين بالمئة الأفقر في العالم إلى خمسة عشر بالمئة بمعنى أن مجموع الدخل القومي لثمانية وأربعين دولة في العالم الثالث إذا ما جمع سيقدر مجموعه بأقل مما يملكه ثلاثة من أغنياء العالم وهذه إحصائيات تؤكد مدى تعمق الهوة بين الشمال والجنوب وأنه على الدول وبخاصة دول العالم الثالث أن تنهج سياسة الدفاع عن المستهلك وحمايته من اكتساح منطقة السوق المفتوح فاقتصاد السوق حقيقة موجودة منذ بدء البشرية لكن حريته اللامحدودة تؤدي إلى الفوضى وإلى اتساع الشروق القائمة بين الشمال والجنوب لذلك لابد من تنظيم حرية السوق فحتى في الولايات المتحدة الأمريكية توجد فدراليات تتدخل لضبط حرية السوق وعلى مدار الخمس سنوات الأخيرة تراجع الاهتمام الفعلي لدول العالم الثالث بالمصالح الاجتماعية والحاجيات الأساسية للشعوب إذ أهملت هذه القطاعات لصالح طبقة معينة تعيش داخل مجتمعاتها بأساليب شمالية جدا وليس القصد هنا الحديث عن الطبقية لكن الفجوة داخل وخارج الحدود هي أمر واقع فيما يتعلق بمفهوم السيادة نلاحظ أنه تغير عن المفهوم الذي نعلمه في الجامعات لأن عناصر هذه السيادة تغيرت ولأن إشكاليات العلاقات الدولية نفسها تبدلت فمثلا السيادة على البحر لم تعد تقف عند حدود اعتبار الدولة هذا البحر جزءا من مياهها الإقليمية ولكن سيادتها ستبرز أكثر إذا كانت ممتلكة لأساطيل بحرية مجهزة تستثمر من خلالها هذه الملكية والنقارن بين سلوك السفارات الأجنبية في بلداننا وسفارتنا في بلدانهم فهم يحلون في أراضينا بمعاهدهم ومؤسسات مختلفة يعلمون عبرها لغاتهم ويعرفون ببلدانهم حتى يحيى مبعوثهم في نفس أجواء الوطن الأصلي بينما نحن ولنأخذ على سبيل المثال السفارة المغربية في فرنسا ماذا فعلت هذه السفارة؟ أنشأت جائزة أدبية للفرنسيين إن السيادة اليوم هي ما تملك إياه التكنولوجيا والمعارف والعلوم فقد كان هذا المفهوم بمثابة آلة لها مظاهرها أما اليوم فلم تعد هذه المظاهر كافية بل تحتاج إلى الكفاءات للعمل لأنها أضحت ذات بعد إنتاجي سؤال هل ستحقق فكرة السلام مع هذه التعددية الدولية المرتقبة؟ وما هي توقعاتكم حول المدة الزمنية التي ستكتمل فيها ملامح النظام الدولي التعددي؟ جواب ما سيشهده العالم هو تعدد السيناريوهات بمعنى أن الاتفاقيات ستصبح إقليمية أكثر وستتمحور حول مواضيع تخص كل منطقة عالمية على حدة كإشكال المياه في الشرق الأوسط وسنجد شعوب القطب الشمالي متحلقة حول مشكلة ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان جزء من الثلوج والأشياء ستتفرع فكما سنجد مجموعة دولية تهتم بمشاكلها وقضاياها واتفاقاتها حول البحار سنرى أخرى مهتمة بالغابات وأخرى بالعلوم والتكنولوجيا والحقيقة أن هذا العدد سيكون لمصلحة السلام العالمي على أمد طويل وقبل الحديث عن المدة الزمنية أريد أن أفتح قوسا وأتحدث عن حرية تجول الأشخاص فلقد نقشنا مسألة حرية السوق والبضائع وتأسيس المنظمات ولم نشر إلى حرية تجول الأشخاص فحتى بدايات القرن العشرين كان الأشخاص يتجولون بطريقة أكثر حرية من البضائع لكننا اليوم نلاحظ العكس إذ باتت البضائع والأدمغة كرأس مال هي التي تتجول بحرية ومع نقصان النمو الديمغرافي في أوروبا ستضطر هذه الأخيرة إلى جلب واستقبال الوفود القادمة من حضارات أخرى وهذه الهجرة ستؤثر في الأمد المتوسط على نسيج المجتمع الأوروبي من حيث طبيعة السكان ومن حيث إدماج أجناس وحضارات أخرى الشيء الذي سيسفر على ما يسميه الأمريكيون ميلتينغ بوت وهذا العنصر سيدخل في توقعات العشرين والثلاثين سنة المقبلة ودخول النظام الدولي التعددي المرتقب حيث التنفيذ يتطلب كذلك مدة زمنية مدة جيل على الأقل